تقرير أوروبي أكد أن ألمانيا عقدت صفقة سرية مع العراق لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين العراقيين إلى بلدهم وهو ما يبرر عودة أعداد كبيرة من المهاجرين العراقيين في ألمانيا خلال الفترة الماضية رغم أن الصفقة يكتنفها الغموض تشير أولا إلى أن العراقيين هم أكبر جنسية لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم يحملون أوراق فئة المسامحة في ألمانيا وهي وثيقة تسمح للمهاجرين المرفوضين بالبقاء في الأراضي الألمانية طالما أنهم لا يخلفون قوانين البلاد بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هناك نحو 26 ألف عراقي في ألمانيا حتى أكتوبر الماضي كانوا مطالبين تقنيا بأن يغادروا برلين وفقا للداخلية الألمانية علما بأن سلطات البلاد قامت خلال العام الماضي بترحيل 77 شخصا فقط إلى العراق وبالعودة إلى الصفقة المبرمة بين البلدين فقد ذكر التقرير الأوروبي أن الجانبين اتفقا على إعادة استقبال المواطنين الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط المطلوبة للدخول إلى العراق ما يمثل خطوة نوعية تشير إلى أن الاتفاق أفضى إلى أن يستقبل العراق ليس فقط المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم الجنائية في ألمانيا بل جميع مواطنيه بما في ذلك الأقليات مثل الأيزيديين ترجمة نانسي قنقر